المواجهة المسلحة تعود إلى مستوياتها القصوى في حيث عبات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز فعلى مدى الساعات الماضية دارت معارك هي الأشرس في هذه المنطقة أسفرت عن تقدم مهما أحرزه الجيش الوطني والمقاومة ضمن مساعيهم الرامية لتحرير المنطقة وتطهيرها من القناصة الذين يتمركزون في عدد من المنازل فقد تمكن الجيش والمقاومة من تحرير عدة مباني في الحي بينها مبنى نتمركز فيه قناصة الإنقلابيين بالقرب من منزل محمد الحاج أمين عام المجلس المحلي السابق للمحافظة وفرض حصار على القناص المتواجدين في منزل الأمين العام نفسه إنجاز من شأنه أن يزيح جانبا من الخطر الذي نصبه الإنقلابيون في هذا الحي وغيره من أحياء مدينة تعز حيث واصل عشرات القناصة قتل المدنيين كالصبي أحمد مبارك الصوفي الذي يمثل أحد ضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها هؤلاء بدم بارد كتيبة القناصة هذه هي أسوأ ما أبقته الحرب العدوانية التي يشنها الإنقلابيون على محاوظات تعز حيث تجند العشرات ضمن هذه الكتيبة التي ينتمي معظم أفرادها لوحدات الحرس الجمهوري المنحل وجه المدينة يبدو أكثر حزنا جراء الحرب لكنه سيستعيد ألقه يوما حينما يتخلص من كابوس هو الأطول في تاريخ اليمن ترجمة نانسي قنقر